مرحباً بكم في قناتكم قناة المعلومات في متناول يدك وأريد أن أشكركم مقدماً على المشاهدة والآن لنبدأ السؤال الأول هناك دولة في العالم عدد أشهرها بالسنة 13 شهراً فما هي؟ الإجابة أثيوبيا السؤال الثاني ما هو الحيوان الذي يفرز المسك من غدة في جسمه؟ الإجابة الضبي السؤال الثالث ماذا يسمى صغير الدب؟ الإجابة ديسم السؤال الرابع ما هي أول مدينة عربية بناها العرب خارج شبه المدينة؟ الجزيرة العربية الإجابة البصرة السؤال الخامس ما هي المدينة التي تتمتع بشهرة عالمية في صناعة الساعات وبها منظمة العمل الدولية؟ الإجابة جنيف السؤال السادس ما هو الشيء الذي خلقه الله وعظمه؟ الإجابة الإنسان السؤال السابع ما هو المناخ الذي يتصف بالحرارة والرطوبة؟ الإجابة الإجابة المناخ الاستوائي السؤال الثامن ما هي الحشرة التي تسمع من قدميها؟ الإجابة الجرادة السؤال التاسع من أول من شرب القهوة؟ الإجابة الأحباش السؤال العاشر ما هو الشيء الذي يكبر بالضرب؟ ما هو الشيء الذي يتصف بالحرارة والرطوبة؟ الإجابة الرقم السؤال الحادي عشر مدينة عربية عريقة عرفت بعروس الصحراء فما هي؟ الإجابة تدمر السؤال الثاني عشر ماذا يعني اسم خديجة؟ الإجابة مولودة قبل آوان وضعها السؤال الثالث عشر من هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم؟ الإجابة مريم عليها السلام السؤال الرابع عشر يقول الله تعالى إن ينصركم الله فلا فراغ لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الإجابة غالب السؤال الخامس عشر ما المقصود بيوم الفرقان الذي ذكره الله تعالى في القرآن؟ الإجابة غزوة بدر السؤال السادس عشر من القائل؟ إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب الإجابة لقمان الحكيم السؤال السابع عشر من القائل؟ إذا المرء لا يرعاك إلى تكلفاً فدعه ولا تكثر عليه التأسفاً الإجابة الشافعي السؤال الثامن عشر يقال اطلب العلم ولو فيه الإجابة الصين السؤال التاسع عشر يقال العلم يرفع بيتاً لا عماد له فراغ يهدم بيت العز والشرف الإجابة الجهل السؤال عشرون في أي سورة وردت مصارف الزكاة؟ الإجابة سورة التوبة السؤال واحد وعشرون صلاة الاستسقاء هي صلاة تؤدى من أجل الإجابة الإجابة طلب نزول المطر السؤال اثنان وعشرون من القائل لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس السن الإجابة الشافعي السؤال ثلاثة وعشرون ما هو الغاز الذي يشكل حوالي خمسة وسبعون بالمئة من إجمالي كتلة الشمس الإجابة الهيدروجين السؤال أربعة وعشرون الظليم اسم يطلق على ذكر أحد الطيور فما هو هذا الطير؟ الإجابة ذكر النعامة السؤال خمسة وعشرون كم عدد ضربات قلب الحوت في الدقيقة الواحدة؟ أجب عن السؤال في التعليقات واشترك في القناة لتشاركنا الإجابات على أسئلة مماثلة شكراً للمشاهدة سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك للفيديوهات والإعجاب بها وتعليقك عليها